مصمم ألعاب مبرمج منتج ومهندس أثر بشكل كبير عن عوامل مختلفة في صناعة الألعاب وكان له دور كبير في سلاسل مختلفة محبوبة عند الكثير من اللاعبين مثل كراش سبايرو عن شارتد وأكثر هذا الشخص هو مارك سيرني مارك عاش طفوته في مدينة سان فرانسيسكو وكان يتلذف في البرمجة والعاب الأركيد ولما كان يدرس في يونيفرستي أوف كاليفورنيا بيركلي جتها دعوة حتى يشتغل في شركة تاري يوم كان عمره 17 من هنا الرجال ترك الجامعة وانضم لشركة تاري وعمل على كم لعب معاهم وذلك الأيام فرق التطوير كانت مرة صغيرة وكل مطور كان يسوي أكثر من وظيفة وأحد أول لألعاب اللي يطورها كانت لعبة الأركيد مانلي بيد اللي صدرت في 1982 وكانت تشبه لعبة سبيس انفيدر وطريقة التحكم فيها كانت عن كرة تفرها وزر واحد تطلق على الحشرات فيه اللعبة الثانية اللي عمل عليها كانت أيضا لعبة أركيد اسمها ميجور هاذك وصدرت في 1938 وكانت من نظام ألعاب التصويب اللي تتحرك من نفسها وانت بس اقعد تفادى الأعداء واطلق عليهم كل هذول اللعبتين أدت بشكل جيد في محلات الأركيد لكنها ما كانت من فكرته فهو ساعد في مبرمجة هذه الألعاب وأول لعبة هو طورها كمصمم رئيسي ومبرمج كانت هي لعبة ماربل مادنس اللي سادرت على الأركيد في 1984 وكان نظامها تلعب بكرة صغيرة معروفة باسمها الشعبي تيل أو مصاقيل ورح تحاول تتحكم بهذه الكرة وتخلص ست مراحل مختلفة وتتفادى كل الصعابة لتواجهك من حولك في آخر الثمانينات مارك سيرني انضم إلى سيغا وعمل في مكاتبهم اليابانية وتعلم اليابانية هناك وفي 1981 رجع لأمريكا وفتح قسم في سيغا اسمه سيغا تكنيكل انستوت وكان سبب افتتاح هذا القسم هو حتى سيرني والمطورين اللي معه يطورون ألعاب سيغا جينيسيس مناسبة للأذواق الأمريكية وبعد فترة هو وفريقه بقيادتها كمبرمج وليس مصمم عطانا الجزء الثاني من سونيك ده هيتشوك الغنية عن التعريف في 1992 مارك ترك سيغا منضم لكريستل دايناميكس حتى يطور ألعاب على الجهاز الفاشل 3DO وفي 1993 صمم لعبة كراش ان بيرن وفي هذه اللعبة كنت تصابق لد خمس سيارات وكل سيارة كان عندها أسلحة فتاكة تستعملها حتى تخرب على الخصوم بغض النظر عن مصير جهاز 3DO فريق كريستل دايناميك كان أول فريق أمريكي وصلته وحدة تطوير جهاز البلاي سيشن 1 واللي ساعد في جيب الجهاز هو ذهاب مارك سيرني لسوني حتى يقنع شو هي يوشيدة ويعطيهم وحدة تطوير البلاي سيشن 1 وأول ما سلمها لكريستل دايناميكس عمل مع الفريق لمدة سنة ومن بعدها انضم إلى يونيفيرسل انتراكتف ستوديوز وهو صار رئيس لهذا القسم التابع لشركة الأفلام والمسلسلات العالمية يونيفيرسل وسيرني كان مرة مبسوط في العمل مع يونيفيرسل لأنهم ما كانوا يعرفون أي شيء عن كيفية إدارة فروق تطوير الألعاب وعطوهم مبلغ كبير قدر يسوي فيه اللي بي بدون ما يقعدون ينشمون له في كيف يصرف هذه الميزانية ومن هنا مارك أخذ هذه الميزانية الكبيرة ووظف فريقين تطوير ألعاب صغار حتى يساعدونه في تطوير ألعاب البلاي سيشن 1 وهذول الفريقين كانوا نوتي دوغ اللي كانوا يتكونون من ثلاث موظفين والفريق الثاني هو من سومنياك اللي كانوا يتكونون من موظفين فريق نوتي دوغ في البداية صنعوا لعبة Wave the Warrior وبعدين قيادة مارك سيرني وتوجهاته نوتي دوغ طورت الجزء الأول من كراش اللي أعجبت فيها سوني وتكلفت في حقوق نشرها بينما إن سومنياك فأول لعبة بلاي ستيشن لهم هي ديس رابتر وبعدين سيرني ساعدهم في تطوير لعبتهم الثانية سبايرو اللي أيضا سوني تكفلت في حقوق نشرها بعد أربع سنوات من العمل مع يونيفيرسل مارك سيرني طلع من شركة يونيفيرسل وفتح شركة استشارة اسمها سيرني جيمز في 1999 سوني كانت تطور جهاز البلاي ستيشن 2 ومشوه يشيذا تواصل مع مارك حتى يطور محرك رسوم للجهاز وكان هو أول شخص أمريكي يعمل على البلاي ستيشن 2 وفي ثلاث شهور طور هذا المحرك وساعد كلهم من نوتي دوغ وين سومنياك باستعمال المحرك على تطوير جاكن داكستر وراتشت أنك لانك استمرت سوني في استشارة سيرني على بداية تطوير البلاي ستيشن 3 وساعدهم في بناء محرك مواحد لأغلب فرقهم حتى يقللون من تكلفة التطوير هذا المحرك استمع فيه مبرمجين كثار من نوتي دوغ مع سيرني وهدف هذا المحرك هو صنع تقنيات غرافيكس مذهلة يستعملونها كل المطورين سوني في 2007 سوني بدأت تفكر في تطوير البلاي ستيشن 4 وكانت الفكرة هي أنهم يستمرون بنفس معمارية البلاي ستيشن 3 واللي يحاولون على معمارية الـ X86 الموجودة في أجهزة الـ PC سيرني ما كان وده أن سوني تترك معمارية البلاي ستيشن 3 لأن مطورين سوني كثير تعودوا عليها لكن مع ذلك جلس وقرأ الكثير عن معمارية الـ X86 ومن بعد دراسته لهذا المعمارية صار قائد لتطوير جهاز البلاي ستيشن 4 وصمم معماريته والآن البلاي ستيشن 4 يعتبر من أنجح أجهزة الألعاب في التاريخ ومبيعاته تخطط المئة مليون سيرني طبعا الآن جالس يحط اللمسات الأخيرة على البلاي ستيشن 5 ومنشوف هل هذا الإنسان رح يستمر في إبهارنا في آخر خطوات مسيرته المهنية أو لا؟ مارك سيرني إنسان شغوف يحب العمل ودائما إذا واجه شيء ما يعرفه ما يوقف بل يروح ويقرأ ويتعلم عن هذا الشيء اللي يجهله وهذه صفة الواحد يتمناها في الجميع نتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو وإذا عندكم مطور ثاني حابين تتعرفون عليها أكثر اكتبوا اسمها بالتعليقات كان معكم نوف النغموش ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة شكرا